معقولة كيلو من المربة القطعة ببلاش ومش هدفع غير تمن السكر بس مكون واحد كنت بترمي في الزبالة هنفطر ونعش العيال وهنملأ السندوتشات الشطرة بس مش هترميه وهتملأ بيتها خير سمي الله وصلي على رسول الله شاركي الفيديو ده على صفحتك عشان ترجعيله وشيريه مع كل أصحابك بعد بقى ما العيال كلوا البطيخة اوعي ترمي اشرها ايوة زي ما بقولك كده النهاردة هنعمل مربة من اشر البطيخ لذيذة وحلوة قوي انا باستنى البطيخ يطلع اصلا عشان اعملها كل اللي انا بعمله ان انا بكون مقطع البطيخة بالسكينة اوعي كده العيال يكونوا نحتين البطيخة بسنانهم وبعدين تشتغل لا تكوني مقطعها بالسكينة كده اصلحنا عندنا في مصر هنا نحت البطيخ ده مزاج انتوا عارفين كل واحد بقى ياخد شقة وبقى الفهنة انا شاكلي جريت رئكو بصوا بقى كل اللي انا بعمله ان انا بفصل القشرة الخضرة اليابسة دي دي اللي انا مش عايزها انا عايزة الاشرة البيضة اللي جوة وهبتدي بقى اقطع الاشرة البيضة دي لمكعبات الوصفة دي اللهم بارك خدت مشاهدات كبيرة جدة من 3 سنين على اليوتيوب لما نزلتها وعجبت الكل كمان اشر البطيخ ده بتعمل منه الفروطة المسكرة يعني كنز وبعدين مفيد قوي الاشرة البيضة دي فوايدها كتيرة بعد ما اقطعتها بقى تعالي اقولك انا بيعير مقدار السكر المزبوط ازاي هتجي بطبق او كباية وهتبتدي تعدي يعني مثلا اشر البطيخ ده خد معانا ستة من البولة الكبيرة دي فنسبة السكر هتكون ايه تلاتة يعني نص كمية الفكهة وده معيار مناسب قوي للمربة يعني انا عملت ست بولات من البطيخ هروح معايرة بقى ايه تلت بولات من السكر كده عمرك ما تطلق بطي ولا هتحتاجي ميزان عشان تزبطي المربة بتاعتك هقلب بقى اشر البطيخ كويس كده مع السكر وطبعا هسيبه على الاقل خال الساعة بعد مغطيه عشان انا عايزة انزل ميته لازم تسيبيه شوية عشان لو رفعتيه بالسكر كده عن نار على طول هيتلسع مني طبعا اشر البطيخ حاجة مع دومة الطعم وتقدري تحطي بقى النكهات اللي انت عايزها انا بحب احط كده اربع فصوص من الحبهان بيدو المربة طعم قوي تقدري تحطي عود ارفة تقدري تحطي مثلا اربع اعواد من القرنفل زي ما انت عايزة اساسي معايا بقى معلقة صغيرة من ملح اللمون دي هتمنع المربة انها تسكر نهائي تقدري تستغني عنها وتحطي عصير اللمون وحطي كمان اشر اللمون فيها زي ما قلتلك المربة بدون طعم تقدري تحطي النكهة اللي انت عايزها ولسه يحطي مكون في الاخر كده هو اللي هيديني الطعم الحلو دلوقتي بقى رفعتها على النار ابتدت تبوك ميتها وقشر البطيخ يستوي اهم حاجة بقى اي ريم يطلع تبتدي تشيليه بالشكل ده الريم ده بيأثر عمر المربة كمان بيأثر على لونها فلازم تشيليه هغطي بقى عليها وسيب اشر البطيخ يستوي تماما بعمل بقى اختبار كده بشوفه طري اول ما لقيه طري معايا كده خلاص يبقى كده المربة بتاعتي دخلت على السوا هعمل ايه بقى هشيل فصوص الحبهان اللي انا حطيتها انا فاكرة ان انا حطت اربعة يبقى هشيل اربعة عدي كده الحاجة اللي هتحطيها وبعدين هجيب الهاند بلندر وههرس المربة دي نص هرسة انا عايزها تبقى قطع فمش اهرسها هرسة كاملة مفيش هاند بلندر ازبري عليها تبرد وضربيها في الخلاط بعد بقى ما هرستها احط المكون اللي هيديها طعم حلو قوي وكمان قوام ولون وهو الجلي الفراولة احط معلقتين مع شوية من الفانيليا السائلة الله على رحة المربة بالاضافتين دول هيسيب بقى المربة كده تتسبك على نار هادية في المرحلة دي لازم تسيبيها تتسبك خالص وتهدي النار وكل شوية تقلبي عشان هي تقيلة وممكن تشيط منك كمان مضروبة فخلي بالك رحة جاية كده تقلبي فيها وعلى نار هادية زي الشعلة تعالي بقى اقولك امتى المربة بتاعتك تعرفي انها خلاص كده تقفلي عليها هتجيبي طبق وهتحطي قطع كده ده ده الاي مربة وهتحطي صابعك في النص ايه الجنبين ما تلموش على بعض يبقى كده المربة جهزت شايفين القوام شايفين الجمال ولا بقى لو شمين الريح تحفة انت عمرك ما هترمي قشر البطيخ تاني يعني وفرت على نفسك كيلو مربة وهتعملي سندوتشات تحفة اللي يقولك عايزة حلي هتروحي فردها في السندوتش على طول ايه الجمال ده وهي سخنة بقى كده هعبيها في البرطمان الازاز عشان يتعقب معايا من الحرارة بتاعت المربة طبعا هو مخصول ومتصفي بدون مية بمنديل ناشف بس كده همسح الاطراف واحفظيها بقى عندك في التلاجة تعد زي ما تعد اللي عايز مربة هيفتح على طول طبعا كيلو المربة بالمبلغ الفلاني فانك تعمليها في البيت بحاجة كنت بترميها في الزبالة اعزكم الله يعني هنملى البيت خير يلا بقى سندوتشات الفينو وبعد العاشة على طول يا موما عايزين حاجة حلوة هنروح فردين سندوتشات المربة احنا ما بنغلبش حبيب قلبي اتمنى تكون الطريقة عجبتكم بحبكم في الله تعليقاتكم ايجابية بتشجعني كتير اعملي متابعة للصفحة عشان يوصل الكل جديد كان معكي شايماء محمد والسلام عليكم